تفاصيل الأعمال اللي انت دي حالين بتصواريها طبعا أنا لسه بق لسه بق بقى لسه بقى بقى مصرحة لسه مخلصناش وموسهل ثلاثيل ما ماجي اول مرة اول تعاون مع رانيا يوسف ما ايقولك بفصه جدا 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 ان هي يعني فنانة جميلة ومحترمة وزوق وحاسنا انا وهي ممكن نبقى يعني ناس تحبينها مع بعض وبعد كده مع الجميلة الجميلة مدام الهام شهيد عندي فيلم مع اساس خلد الحجر اسمه الحب كله والمدرسة مدرسة هينزل بتايالي اول حاجة بعد يعني بعد ما يخلص بس احنا لسه ما خلصناش يعني ومعي ميدو فايد اول بطولة اللي معي فبرده انا مفسوطة قوي بالفيلم ده خلينا مشو الله نمسك الخشب الاول كده ونتكلم عن عمل عمل سيما ماجي دورك ايه لا ما بص انت تسألي التفاصيل بس نقول كده ماجي مبدئيا اسمك ماجي ايه صح عايشة قصة حب ودكتورة صح كده ولا معلومات اللي عنا لا انا دكتورة بس ما انا مش عارفة مش عارفة حيهزقوني هتدينا حاجة قصة كده صغيرة يعني اول مرة عامل دور ده ما عملتوش قبل كده ولا حتى دور شبهه ايه حظي ان المسلسل والفيلم نحيه الساسبنس والمسرحية كوميدي الفيلم الثالث دراما والتراجيدي ولاف ستوري يعني فيه حاجتين من الاثنين نفس السكة بتاعت الهورر والرعب والحاجات طيب سيما مايجي بقى كلمين عن كواليش شغلك معراني يوسف ان ده اول تعاون معراني يوسف ايه الشغل مع بعض عاملة ازاي عايز اقولك انا انا عمري ما قابلتها قبل كده ومحصلش بيني وبينها اي شغل فانا معرفتاش غير يوم مستصوير عايز اقولك ان انا حصيت ان انا اعرفها من السنين مش متنيكة وشايفها نفسها وخالص خالص خالص نعمل بروفات مع بعض هي طبعا ارحم مني شوية لان هي مش حاطة ميك اوب وانا بقى حاطة ميك اوب ولابسة كعب وفي الجو الجميل ده فسعيدة جدا جدا وحاسة براحتي بتعامل معها براحتي بمثل براحتي ما بقاش خايفة منها او انتي فيها معصو دي انتي عارفة النجوم فيه نجوم مش عارفة تاخدي رحتك قوي معي هي حبوبة جدا 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 وبرده اول مرة اعمل مسلسل كده طيب عايزين بنا نتكلم على الفيلم مع اوستسة الهام شاهين بس مدام الهام شاهين انا من اقرب الناس لقلبي ومن الناس لما كان عندي الازمة بتاعتي كانت هايلة دايما ما تسأل علي وتكلمني عملت معاها فيلم اسمه استهز البلد قبل كده وده تعامل بس ده حاجة تانية خلص بقى مختلفة خلص اوستس خالد الحجر دايما بيحب حب البنات اوستس خالد اوستس خالد الحجر دا لحد الوقت بيتعايد ممكن خمس مرات في الاسبوع عادي بنتفرج عليه اوستس خالد الفيلم هيبقى اسمه ايه؟ الحب كله الحب كله اوستس خالد بيحصل ايه؟ بس مش حاضر اقول كده؟ مش حاضر اقول كده طب نتكلم عن فيلم المدرسة بقى المدرسة يبين ان هو فيلم يعني ويتصور في مدرسة الاحداث مرتبطة بمدرسة احكينا اكتر انت كان عندك تجربة قبل كده بردو يعني قصة دايرة عن مدرسة بردو بسي هو بردو اول مر اعمل لا انا عملت مدرسة قبل كده عملت في ديكور مدرسة وانا اعمر عام مختلف مدرسة اه بس انا اه شغلاني مشاكل البنات اللي في المدرسة فاتعرفة طبعا كل بنت لها مشكلة لها مش عارفة ايلي بنتكلم على يعني البنات دي بتمر بايه في المدرسة